لابد من توفر المعدل اللي برمزله بالرمز عين لابد من توفر المدة وقلنا عندنا ممكن تكون المدة سنوات اللي هي برمزلها بالرمز نون والمدة بالشهور اللي ممكن برمزلها بالرمز شين والمدة بالأيام اللي برمزلها بالرمز يه وقلنا ان الخصم هو حاصل ضرب ثلاث عوامل في بعض اللي هو سين في عين في نون او شين او يه النهاردة موضوعنا ان شاء الله هنتكلم عن عوامل الخصم يعني هناخد ان شاء الله باذن الله مسائل مطلوب فيها ايجاد القيمة الاسمية ومسائل مطلوب فيها ايجاد المعدل ومسائل مطلوب فيها ايجاد المدة خلينا نروح نشوف ازاي بنحسب القيمة الاسمية معانا سؤال بيقول لي كمبيالة خصمت قبل موعد استحققها بمدة معينة يبقى اذا مدة الخصم 8 شهور بمعدل خصم 15% سنويا يبقى معدل الخصم 15% سنويا فاذا علمت ان الخصم التجاري 200 جنيه يبقى المتين جنيه دي يا جماعة هي قيمة الخصم احسب القيمة الاسمية للايه للكمبيالة تعالوا نلخص المسألة ونشوف ازاي هنحلها وازاي هنحسب القيمة الاسمية كمبيالة خصمت قبل موعد استحققها بمدة 8 شهور يبقى انا هنا هقول الشين اللي هي مدة الخصم 8 شهور بمعدل خصم 15% سنويا يبقى عين عندي 15% سنويا فاذا علمت ان الخصم التجاري الخصم التجاري انها كلنا عارفين ان احنا برمز له بالرمز صاد صاد عندي بكام بمتين جنيه ايه المطلوب بيقولي من فضلك احسب القيمة الاسمية للكمبيال يبقى سين هي اللي مطلوب ابنائي وبناتي الطلبة السؤال معنا ايه المعطيات وايه المطلوب مديني مدة بالشهور 8 شهور مديني معدل 15% مديني خصم خيمته 200 جنيه بيقولي احسب القيمة الاسمية طبعا المعدل والمدة احنا عارفين طالما المدة جاهزة يبقى المعدل والمدة بيكونوا حشو وموجود في المسألة اروح اشوف الجديد ايه الجديد اللي عندي في المسألة الجديد ان هو مديني قيمة الخصم وبيقولي لو سمحت احسب القيمة الاسمية يعني مطلوب ان انا احسب القيمة الاسمية بمعلومية الخصم وطالما قيمة الخصم معلومة يبقى انا هوصل للقيمة الاسمية باستخدام قانون الايه الخصم مين هيقول لي قانون الخصم اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت انا سامع ابن من ابنائنا بيقول لي ان صاد بتساوي سين في عين عالمية وعشان المدة عندي هنا بالشهور هقول شين على كام على 12 برافو عليه تعالوا نعوض في الكلام ده هقول صاد بتساوي سين في عين عالمية في المدة عندي بالشهور يبقى هقول شين على كام على 12 احنا الكلام ده عارفينه من الفصل الدراسي الاول انا كتبت قانون الخصم قبل ما عوض اسأل نفسي سؤال هو ايه المطلوب مني او انا عايز اطلع ايه من القانون ده هل انا عايز احسب قيمة صاد ولا سين ولا عين ولا شين ايه المجهول اللي فوق سين يبقى انا عايز احسب قيمة ايه يا جماعة عايز احسب قيمة سين يبقى سين دي هنزل بيها لحد موجة خيمتها وهعوض في بقية الرموز اللي موجودة فيين في القانون تعالوا نعوض صاد عندي بكام فوق صاد عندي بمتين يبقى هشيل الصاد وحط متين سين عندي بكام اه سين دي ملهاش رقم هكتب سين زي ما هي المعدل عندي فوق 15 على 100 في شين عندي بكام شين عندي ب8 على كام على 12 احنا اتفقنا ايه اللي مطلوب مننا يا جماعة مطلوب مننا قيمة سين هروح اطلع سين اخليها قبل علامة التساوي واخد شرط تكسر سهم بينزل من المتين يضرب في الارقام اللي تحت يبقى انا هضرب كام هضرب متين في 100 في 12 ايه اللي موجود فوق موجود فوق 3 حاجات سين و15 و8 السين طلعتها برا بقى عندي ال15 و8 يبقى انا تحت اقول على 15 في 8 المفروض ان انا اروح اخد شرط الكسر واضرب الارقام اللي فوق واضرب الارقام اللي تحت وقسم اللي فوق على اللي تحت احنا ناس كبار في سنوي فهقول لكم على طريقة سهلة نطلع بها النتيجة على طول من غير ما نقعد بقى نعمل بسط ومقام احنا قلنا همسك الالة الحزبة هضرب 200 في 100 في 12 على 15 وعلمة الفيدي هحولها في الالة الحزبة العلى يبقى على 15 على 8 هلاقي القيمة الاسمية طلعت معايا كام طلعت معايا 2000 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة احنا طلعنا القيمة الاسمية بـ 2000 جنيه ايه اللي خلاني استخدم قانون الخصم في ايجاد القيمة الاسمية لان قيمة الخصم معلومة مديني قيمة الخصم 200 جنيه ومديني المعدل والمدة وقال لي احسب القيمة الاسمية على طول روح ترايح على قانون الخصم وحسبت منه القيمة الاسمية يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية الايه الخصم تعالوا نروح نشوف ايه العامل التاني المطلوب مننا في السؤال اللي جاي ونشوف هناء وجد ازاي العامل ده تعالوا نروح كده نشوف السؤال الثاني هيكون مطلوب فيه المعدل يبقى احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نحسب المعدل السؤال بيقول لي كمبيالة قيمتها الاسمية 10800 جنيه يبقى القيمة الاسمية عندي 10800 جنيه خصمت قبل موعد استحققها بمدة 80 يوم يبقى مدة الخصم 80 يوم فكانت قيمتها الحالية 10500 جنيه يبقى 10500 جنيه دي اسمها ايه اسمها القيمة الحالية ايه المطلوب مني بيقول لي لو سمحت اوجد معدل الخصم اوجد معدل الايه الخصم احنا قرينا المسألة احنا متعودين نقراها كمان مرة عشان نلخصها ونشوف ازاي هنوجد المطلوب تعالوا نلخص المسألة بيقول لي كمبيالة قيمتها الاسمية 10800 جنيه يبقى انا هنا هقول سين اللي هي القيمة الاسمية 10800 جنيه خصمت قبل موعد استحققها بمدة 80 يوم مدة الخصم بالايام اللي هي ايه 80 يوم فكانت قيمتها الحالية يبقى اذا الرقم اللي جاي ده قيمة حالية وقالنا القيمة الحالية برمز لها بالرمز ح كام 10500 جنيه ايه اللي مطلوب مني بيقول لي اوجد معدل الخصم معدل رمز عين هحط تحتها شرطة يبقى المعدل هو اللي ايه اللي مطلوب ابنائي وبناتي الطلبة هناك في المسألة اللي فاتت كان مديني الخصم جاهز عشان كده روحت كتبت قانون الخصم ووجدت القيمة الاسمية هنا مش مديني الخصم جاهز بس مديني حاكتين اتنين اقدر اطلع منهم الخصم فانا بمعلومات الحاكتين دول هطلع الخصم وهروح استخدم قانون الخصم في ايجاد المعدل وهسهل عليكم الامر اكتر ان المدة او المعدل لا يمكن ايجادها الا باستخدام قانون الخصم يعني حتى الخصم لو مش موجود اشوف اي طريقة اوصل لقيمته على اساس ان انا عوض في قانون الخصم واطلع سواء كان معدل او مدة فانا معايا مديني مديني في السؤال سين وحا يبقى بمعلومات الاتنين هروح احسب الايجماعة هروح احسب الخصم ازاي هحسب الخصم هقول صاد بتساوي سين ناقص حا يبقى انا مطرح القيمة الاسمية من القيمة الحالية هطلع الايجماعة هطلع الخصم سين عندي بكام سين عندي ب10800 يبقى اقول 10800 ناقص 10500 هتساوي 300 جنيه يبقى انا وجدت الخصم كام يا جماعة 300 جنيه انا ليه بحسب الخصم لان انا هروح اكتب قانون الخصم عشان اطلع منه المعدل قانون الخصم اللي هو بيقول لي ايه بيقول لي صاد بتساوي سين في عين على 100 في المدة عندي فوق بالاي يا جماعة بالايام يبقى اقول ليه على 360 هسأل نفسي سؤال انا عايز اطلع ايه من الخانون اللي قدامي انا عايز احسب قيمة صاد ولا سين ولا عين ولا ايه انا المطلوب عندي فوق في السؤال عين يبقى انا مطلوب مني عين يبقى اعمل دايرة صغيرة كده على العين يبقى العين دي هي اللي هنزل بيها لحد ما احسب ايه قيمتها هعوض في بقية الرموز هشيل صاد وحط قيمتها صاد بكام يا جماعة هل صاد كان مدهالي فوق لا دا انا حسبتها يبقى صاد عندي بكام صاد عندي ب300 بتساوي سين لها قيمة فوق اه سين فوق ب10800 يبقى 10800 في عين عين ليها رقم فوق واحد يقول لي لا يا مستر دا المعدل اللي هو المطلوب اللي هي العين يبقى انا هكتب العين زي ما هي واقول على كام على مية بتساوي في يه يه فوق بكام يه بتمانين يبقى اقول 80 على 360 هو انا اقل اللي مطلوب مني مطلوب مني المعدل هطلع عين برا واقول تساوي واخد شرط الكسر ساهم ينزل يضرب من التلتمية في الارقام اللي تحت يبقى انا اقول 300 في 100 في 360 تلتمية في مية في تلتمية وستين انا عندي فوق تلت حاجات 10 800 وعين وثمانين ايه اللي مطلوب مني طلعت العين برا يبقى بقى عندي حاجتين اتنين العشر تلاف وتمنمية والتمانين يبقى تحت اقول على عشر تلاف وتمنمية في تمانين تمانين مين مين من ابناء الطلبة ايه الفرق بين السؤال ده والسؤال اللي قابلي السؤال اللي قابلي طبعا كان طالب قيمة اسمية بس كان مديني قيمة الخصم جاهزة هنا مش مديني قيمة الخصم جاهزة بس مديني حاجة عشان اشغل دماغي لحظة واحدة اطلع منها الخصم مديني قيمة اسمية وقيمة حالية عشان اطرحهم من بعض واطلع الايه الخصم يبقى عشان اسهل على حضراتك اكتر هنقول حاجتين اتنين الحاجة الاولانية اي مسألة لقي فيها قيمة اسمية وقيمة حالية اعرف اني اللي عامل المسألة عملها لعشان اول حاجة اطرحهم اطرح الخيمتين من بعض واطلع قيمة الايه الخصم الحاجة اللي بعد كده اني عشان احسب مدة او معدل لابد من استخدام قانون الخصم اللي هو سين في عين في نون او شين او يبقى احنا المثال اللي معنا اتعلمنا منه ازاي نحسب المعدل يبقى اتعلمنا ازاي نحسب القيمة الاسمية خلونا نروح نشوف المثال اللي جاي المثال اللي معايا بيقول ده انقيمته الاسمية 8000 جنيه يستحق السداد في 14 سبتمبر يبقى القيمة الاسمية 8000 جنيه يستحق السداد يبقى تاريخ الاستحقاق 14 سبتمبر سنة 2020 خصم بمعدل 12% سنويا يبقى معدل الخصم 12% سنويا فبلغت قيمته الحالية القيمة الحالية كام يا جماعة 7600 جنيه طب يبقى ازا دي الخيمة الحالية ايه المطلوب مني مطلوب مني حاجتين اتنين بيقول احسب مدة الخصم بالشهور يبقى هنا هفهم جزئتين صغيرين مطلوب مني المدة والراجل يشكر محدد لنوع المدة المجهولة ان المدة اللي هتطلع دي مش بالسنوات ولا بالايام المدة دي بالايه بالشهور يبقى اول مطلوب مني مطلوب مني المدة تاني حاجة بيقول لو سمحت بعد ما تحسب المدة احسب تاريخ الايه الخاص هنقرأ المسألة تاني تعالوا نلخصها واحنا بنقراءها نلخصها اول باول دي نقيمته الاسمية 8000 جنيه هنلخص سين هقول عندي سين 8000 جنيه يستحق السادات في 14 سبتمبر التاريخ ده هو اسمه تاريخ الاستحقاق 14 سبتمبر سنة كام يا جماعة سنة 2020 خصم بمعدل 12% سنويا يبقى المعدل عندي 12% سنويا فبلغت قيمته الحالية القيمة الحالية برمز لها بالرمز 7600 جنيه بيقول لي احسب ايه بقى بيقول لي احسب المدة بالشهور اللي انا برمز لها بالرمز دي شين اهي مجهولة وبيقول لي احسب تاريخ الايه الخصم يبقى اقول برضو هنا تاريخ الخصم مجهولة تمام يبقى انا مطلوب مني احسب المدة بالشهور واحسب تاريخ الايه الخصم احنا اتفقنا يا جماعة لسه من شوية بنقول اننا اول ملاقي في المسألة موجود قيمة اسمية وموجود قيمة حالية اول حاجة بفكر اعملها بعمل ايه يا شباب ها عايز اسمع بنتي من بناتنا برافو عليك بتقول اول حاجة هنروح نحسب الخصم هطرح هقول سين ناقص ح سين عندي بكام يا جماعة سين عندي بتمنتلاف جنيه وعند القيمة الحالية سبعتلاف وستمية هطرح تمنتلاف ناقص سبعتلاف وستمية هتطلع القيمة ربعميد جنيه يبقى زي عندي قيمة الخصم كام يا جماعة ربعميد جنيه طب انا ليه بحسب قيمة الخصم لان انا اروح اكتب قانون الخصم بتاعي عشان اطلع منه المدة بالشهور وبعد كده اروح احسب تاريخ الخصم يبقى ادلوقت اكتب قانون الخصم اللي هو بيقول صاد بتساوي سين في عين عالمية في المدة عندي نوع بالشهور يبقى شين على كام على 12 قلنا يا جماعة بنسأل نفسنا سؤال ايه اللي انا عايز اطلعه من الخانون ده صاد ولا سين ولا عين ولا شين المطلوب مني شين يبقى اللي انا احسب احسبها يبقى انا عوض في بقية الرموز تعالوا نعوض في بقية الرموز صاد عندي بكام صاد عندي طلعناها ب400 سين عندي بكام فوق سين عندي ب8000 في المعدل عندي كام المعدل عندي 12 عالمية في لما اجا عوقت في قيمة شين مش اخد شرط كسر وهيجي سهم يضرب من ال400 في الارقام اللي تحت هضرب كام هضرب 400 في 100 في 12 في عندي 3 حاجات فوق عندي 8000 وعندي 12 وعندي شين الشين طلعتها برا يبقى عندي 8000 وعندي كام وعندي 12 يبقى قول على 8000 في كام في 12 هروح بالآلة الحزبة هعمل هي جماعة هضرب 400 في 100 في 12 على 8000 على 12 هتطلع معايا المدة 5 شهور يبقى المدة بتاعتي اللي هي الشين اللي هي مدة الخصم كام يا جماعة 5 شهور طب هو طالب مني تاريخ الخصم قبل كده تعلمنا لما بيكون عندي تاريخ الخصم وعندي مدة الخصم بجمعهم مع بعض عشان اطلع او اوصل لتاريخ الاستحقاق طب انا عندي تاريخ الاستحقاق وطلعت الشين اللي هي مدة الخصم ازاي اوصل لتاريخ الخصم بنقص الحاجتين دول من بعض عشان اقدر اوصل لتاريخ الخصم الاستحقاق ناقص مدة الخصم هيساوي تاريخ الاستحقاق عندي فوق كام تاريخ الاستحقاق عندي اربعتاشر سبتمبر سبتمبر ده اللي هو شهر ايه يا جماعة شهر تسعة سنة الفين وعشرين ناقص مدة الخصم اللي انا لسه مطلعها كان فوق خمس شهور يبقى قول ناقص خمسة طبعا انا عندي مفيش ايام هترح مفيش سنوات هترح هترح الخمسة من التسعة يبقى اذا تاريخ الخصم عندي اربعتاشر اربعة من نفس العام يعني سنة كام سنة الفين وعشرين ابنائي وبناتي الطلبة المسألة اللي معايا كان ايه المطلوب فيها كان مديني قيمة اسمية تمن تلاف جنيه وكان مديني معدل اتناشر في المية وقيمة حالية وكان مديني تاريخ استحقاق وبيقول لي لو سمحت احسب مدة الخصم وحسب تاريخ الخصم اول ما لقيت في المسألة فيه قيمتين قيمة اسمية وقيمة حالية المستر قال لنا اول ما بلاء الخيمتين دول يبقى الراجل جايبهم لي عشان اروح احسب الخصم بحسب الخصم ازاي بقول صاد بتساوي سين اصحا حسب الخصم بطلع معايا ربعمية بروح اكتب قانون الخصم اللي فيه تلت رموز اللي احنا عارفينهم اللي هي سين في عين طبعا انا عندي هنا المدة بالشهور من القانون ده رحت طلعت المدة بالشهور اللي هي شين طلعت معايا مدة الخصم خمس شهور بعدها رحت طرحت الخمس شهور من تاريخ الاستحقاق طلع معايا تاريخ الخصم اللي هو 14 4 سنة كام سنة 2020 يبقى احنا من بداية الحلقة اتعلمنا ايه اتعلمنا ازاي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية الخصم يعني باستخدام قانون الخصم اتعلمنا ازاي نحسب المعدل برضو بمعلومية الخصم بس كان مدين الخيمتين ومنهم طلعت الخصم ويعني باستخدام قانون الخصم وهنا برضو مديني قيمة اسمية وقيمة حالية ومنهم رحت حساب الخصم وبعدها رحت حساب مدة الخصم يبقى اتعلمت ازاي احسب القيمة الاسمية بمعلومية الخصم والمعدل بمعلومية الخصم والمدة بمعلومية الخصم هناخد حاجة دلوقتي بقى يا شباب مهمة جدا جدا وان شاء الله هنحتاجها في موضوعات جاية هنتعلم دلوقتي ازاي نحسب القيمة الاسمية مش بمعلومية الخصم يعني مش باستخدام قانون الخصم هنتعلم ازاي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية القيمة الحالية يعني باستخدام قانون القيمة الحالية المباشر اللي احنا هنشوفه دلوقتي تعالوا نشوف المثال اللي معايا بيقول ايه وايه المطلوب ونشوف المطلوب ده هنحسيبه ازاي المثال بيقول لي سند اذني خصمة قبل موعد استحقاقه بشهرين يبقى مدة الخصم كام يا جماعة شهرين بمعدل خصم 12% سنويا يبقى معدل الخصم 12% سنويا فبلغت قيمته الحالية 4900 جنيه يبقى القيمة الحالية عندي كام يا جماعة 4900 جنيه ايه المطلوب بيقول لي لو سمحت احسب القيمة الاسمية هنقرأ السؤال كمان مرة وتعالوا وإحنا بنقرأ نلخص السؤال سند اذني خصمة قبل موعد استحقاقه بشهرين يبقى قولنا يا جماعة الشهرين دول اللي هما مدة الخصم وعشان المدة بالشهور بنرمز لها بالرمز الشين الشين عندي باتنين هنكتب جنبها اتنين شهر برضو عشان الناس تبقى واخدى بالها بمعدل خصم اتناشر في المية سنويا عين اتناشر في المية سنويا فبلغت قيمته الحالية 4900 جنيه يبقى القيمة الحالية اللي بنرمز لها بالرمزها 4900 جنيه من فضلك احسب القيمة الاسمية يبقى سين هنا عندي هي المطلوبة ابنائي وبناتي الطلبة ايه الجديد عندي في السؤال الجديد عندي في السؤال اني مديني مدة جهزة الرجل يشكر مديني معدل 12% مديني قيمة حالية وبيقول لي احسب القيمة الاسمية هناك كان بيديني خصم وقول لي احسب القيمة الاسمية فكنت بروح استخدم قانون الخصم هنا ما عنديش قيمة خصم عشان اروح استخدم قانون الخصم هنا هستخدم قانون القيمة الحالية المباشر ايه هو قانون القيمة الحالية المباشر يبا احنا اتفقنا مع بعض يا جماعة اني مديني قيمة حالية وطالب مني قيمة ايه اسمية هروح اكتب قانون القيمة الحالية بتاعي قانون القيمة الحالية المباشر بيقول لي ايه القانون بيقول لي حا بتساوي سين افتح قوس القوس ده هو يا جماعة النتج بتاعه حاجة بسميها القيمة الحالية للجنيه الواحد القيمة الحالية للجنيه الواحد لما بضرب القيمة الحالية للجنيه الواحد في سين يعني في القيمة الاسمية بيديني القيمة الحالية للقيمة الاسمية اللي موجودة طب ايه اللي داخل الاخواز دي يا مستر بقولك واحد ناقص عين عالمية في المدة اللي فوق عندي بايه بالشهور يبقى اقول شين على كام على اتناشر هو ايه شباب اللي مطلوب مني في القانون ده انا سامع بنت من بناتنا بتقول لي مطلوب القيمة الاسمية هعمل دايرة صغيرة على القيمة الاسمية انا بعمل دايرة عشان اقول ان الرمز ده هو اللي مطلوب وهو ده اللي هتاني نازل به لحد ما طلع قيمته في النهاية فيما عاد الرموز الاخرى لازم اعوض بالارقام بتاعتي هروح اعوض دلوقتي في القانون بتاعي ابتداء من حرف الحاة اللي موجود حاة عندي فوق بكام خلينا نمشي كده مع بعض حاة عندي بكام ب4900 جنيه يبقى تحت الحاة هكتب كام هكتب 4900 جنيه بتساوي سين دي ليها قيمة فوق لا ملهاش قيمة يبقى انا هكتبها في مكانها زي ما هي واحد ناقص المعدل عندي فوق كام اتناشر يبقى اتناشر على مية في شين عندي فوق بكام اه هي شباب شين عندي باتنين يبقى اتنين على كام ها على اتناشر ليه على اتناشر لان المدة بالشهور والسنة فيها اتناشر شهر هنزل بال4900 زي ما هي سين هفتح القص تاني وهقول واحد واحد يقول لي هو ايه الواحد ده ما انا بقول لحضرتك ان انا القص ده هيديني القيمة الحالية لقيمة اسمية قيمتها واحد جنيه يبقى الواحد ده سابت ما بيضيرش طيب انا يا جماعة لما اروح اقول بالقالة الحسب عندي اتناشر على مية في اتنين على اتناشر الناتج هيطلع كام هيطلع معايا اتنين من مية طب الاتنين من مية دي اسمها يا مستر اقولك الاتنين من مية دي اسمها الخصم التجاري لجنيه واحد لما اطرح الخصم التجاري لجنيه واحد من القيمة الاسمية لجنيه واحد يديني القيمة الحالية للجنيه الايه الواحد يبقى أنا هنزل للوقتي بال4900 جنيه هقول سين هطرح الواحد ناقص 2 من 100 أو 2 من 100 من الواحد هقول في 98 من 100 يبقى الـ 98 من 100 دي اسمها ايه مستر؟ اسمها القيمة الحالية للجنيه الواحد لما اضربها في سين اللي معايا هيديني القيمة الحالية للقيمة الاسمية اللي موجود طبعا أنا هنا عايز أحسب القيمة الاسمية اللي هي سين أعمل ايه سين دي سين دي هطلعها برا وطالما الرمز كان بعد علامة التساوي خليته قبل علامة التساوي لابد أغير الإشارة بدل ما هي علامة فيها أحولها لعلى يبقى أنا هأسم كام هأسم 4900 على 98 من 100 لما أسم الرقامين على بعض هلاقي الناتج طلع معايا 5000 جنيه أبنائي وبنات الطلبة يبقى إيه الجديد اللي معايا بقى في السؤال اللي هنا أنا تعلمت من شوية أحسب القيمة الاسمية بس كان مديني قيمة للخصم عشان كده رحت كتبت قانون الخصم اللي هو سين في عين في شين أو يه أو نون على حسب نوع المدة اللي موجودة قدامي يبقى هناك استخدمت قانون الخصم لكن هنا مش مديني قيمة الخصم مديني القيمة الحالية فعشان كده رحت استخدمت قانون القيمة الحالية المباشر في إيجاد القيمة الاسمية زي ما حضراتكو شفته يبقى احنا الشق الأولاني من الحلقة بتاع اليوم اتعلمنا فيه ازاي نحسب اي عامل من عوامل الخصم وقلنا عوامل الخصم القيمة الاسمية والمعدل والمدة اتعلمنا زي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية الخصم واتعلمنا زي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية القيمة الحالية بعد كده رحنا اتعلمنا ازاي نحسب معدل الخصم وقلنا المعدل او المدة لابد من ايجاده باستخدام قانون الخصم ما ينفعش القانون اللي قدامي ده اخر حاجة دلوقت اتعلمناها اتعلمنا ازاي نحسب طبعا قبلها اتعلمنا ازاي نحسب مدة الخصم ودلوقت اتعلمنا ازاي نحسب القيمة الاسمية بمعلومية القيمة الحالية الشق التاني من الحلقة بتاع اليوم موضوع بسيط وحبين يعني محبتش اخصص له حلقة لوحده موضوع مهم جدا المدرس في المدرسة ان شاء الله في اي اختبار شهر هتلاقي جايب لك النوعية دي من الاسئلة الموضوع بتاعنا يا جماعة اسمه خصم الاوراق التجارية لدى البنوك هي ايه الاوراق التجارية الاوراق التجارية هي كنبيالة او سند يعني ايه بخصمها لدى البنوك انا راجل صاحب شركة عندي كنبيالة مكتوبة على شخص بس الكنبيالة دي لسه تاريخ استحققها مجاش طب انا راجل في الشركة محتاج سيولة عشان امشي اموري او لزرف ما بعمل ايه في الكنبيالة بروح على البنك بدخل على الموظف بقوله لو سمحت انا عايز اخصم الكنبيالة او عايز اقطع الكنبيالة يبقى يعني ايه يا جماعة خصم الاوراق التجارية لدى البنوك معناها تغديم كنبيالة او سند للبنك لخصمها او لقطعها قبل موعد ايه استحققها طب السؤال هنا الابنائي وبناتي لما اخصم الورقة سواء كانت كنبيالة او سند لما اخصمها في البنك هل الموظف اللي في البنك هيديني نفس القيمة لمكتوبة على كنبيالة انا سامع ابني من ابنائنا بيقول لي لا لازم هيخصم لان طبعا البنك بياخد كنبيالة بيحتفظ بيها لحد ما ييجي تاريخ استحقاقها وبعدين يبدأ يطالب بيها الشخص المدينة طب ايه اللي البنك بيخصمه يا جماعة اللي البنك بيخصمه البنك بيخصم ثلاث حاجات الحاجة الاولانية بيخصم مني الخصم بيخصم مني حاجة اسمها عمولة بيخصم مني حاجة اسمها مصاريف تحصيل تاني يبقى بيخصم كم حاجة؟ بيخصم ثلاث حاجات بيخصم الخصم التجاري اللي احنا تعلمنا ازاي نحسبه بيخصم حاجة اسمها العمولة والعمولة دي بتكون نسبة من الخيمة الاسمية بيخسم مصاريف تحصيل وبرضو مصاريف التحصيل دي بتكون نسبة من الخيمة الاسمية ناتج جامعة الثلاث حاجات اللي هو الخصم والعمولة ومصاريف التحصيل ناتج جامعهم بيديني حاجة اسمها الأجو يبال الأجو عبارة عن ايه يا جماعة عبارة عن ناتج جامعة الثلاث حاجات اللي اللي ايه البنك بيخسمهم من القيمة الاسمية للكنبيالة طيب الأجل اللي هو ناتج جمع الثلاث حاجات دول مع بعضهم لما بطرحه من القيمة الإسمية الناتج بسميه إيه الناتج بسميه صافي القطع بسميه إيه يا شباب بسميه صافي القطع أو بسميه صافي ما يتسلمه العميل لأنه هو ده المبلغ اللي العميل اللي هو صاحب الكنبيالة اللي هو صاحب الشركة ده المبلغ اللي هيتسلمه صاحب الشركة ويروح الشركة بتاعته ويشوف هيعمل ايه بالفلوس اللي عشانها خصم الكمبيالة لدى البنك قبل موعد الايه الاستحقاق خلونا نروح نشوف المثال بيبقى شكله عامل ايه وايه المطلوب وازاي بنوجد المطلوب المثال اللي معايا بيقول لي كمبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه يبقى القيمة الاسمية للكمبيالة كام 6000 جنيه خصمت لدى احد البنوك الراجل خصم الكمبيالة لدى احد البنوك قبل موعد استحقاقها بمدة 120 يوم يبقى لسه الكمبيالة معادها تدفع بعد 120 يوم راح الراجل قبل 120 يوم راح لبنك وقال له لو سمحت انا عايز اخصم الكمبيالة البنك قال له انا هخصب منك 3 حاجات ايه الحاجة الاولانية يبقى وكانت شروط البنك واحد معدل خصم تجاري البنك هحسب عليه خصم تجاري بمعدل 15% سنويا تاني حاجة هيخصمها هيخصم عمولة عمولة البنك نسبتها كام يا جماعة واحد في الالف من القيمة الاسمية الحاجة التالتة هيخصم مصاريف تحصيل نسبتها نص في الالف من القيمة الاسمية بحد أدنى خمس جنيهات للورقة يعني يا أستاذ بعد ما تحسب مصاريف التحصيل لو لقيت الناتج أقل من الخمس جنيهات البنك هياخد خمس جنيهات لإني البنك يهمه ياخد الأكتر ايه المطلوب بيقولك لو سمحت احسب الأجو واحسب صافي القطعة تعالوا يا جماعة نلخص المسألة بتاعتنا ونشوف إزاي هنوجد الكلام ده أول حاجة بيقولك إنبيالة قيمتها الاسمية 6000 جنيه يبقى أنا برخص دلوقتي سين سين عندي 6000 جنيه خصمت لأحد البنوك قبل موعد استحققها بمدة 120 يوم يبقى أنا عندي المدة بالأيام 120 يوم وكانت شروط البنك قال لي معدل الخصم التجاري 15% يبقى الخصم معدله 15% سنويا العمولة عندي واحد في الألف يبقى العمولة واحد في الألف بعرف إزاي بالألف يا جماعة بلاقي علامة في المية والرقم وبينهم صفر مصاريف التحصيل نص في الألف يبقى هنا هقول ميم التحصيل نص يعني خمسة من عشر أو خمسين من مية بالألف بتكتب كده يبقى إزا عندي مصاريف التحصيل نص في الألف إيه المطلوب مني بيقولي لو سمعت إحسب الأجيو وإحسب صافي القطع يبقى إيه الحاجتين دول هما اللي مطلوبين مني خلاص دلوقتي يا جماعة هروح بقى إحنا قلنا البنك دلوقتي مديني أنا عندي في المسألة قيمة اسمية ستلاف مدة مية وعشرين البنك بيخسم الثلاث حاجات دول خصم عمولة مصاريف تحصيل مطلوب مني أحسب الأجيو صافي لإيه القطع أول حاجة هروح أحسبها هحسب الخصم الخصم صاد بتساوي سين في عين على مية في المدة عندي بالأيام مية وعشرين على كام يا جماعة على تلتمية وستين إحنا عوضنا على طول مش مشكلة يبقى أنا هقول دلوقتي ستة ألاف في المعدل عندي خمستاشر على مية في مية وعشرين على تلتمية وستين هتساوي هلاقي عندي القيمة الاسمية كام تلتمية جنين طيب أنا حسابة الحاجة الأولانية اللي البنك بيحسبها اللي هو الخصم اللي هو معدله خمستاشر في المية عايز أروح دلوقتي أحسب العمولة العمولة بتتحسب بإزاي العمولة بتساوي السين اللي هي القيمة الاسمية في نسبة العمولة القيمة الاسمية عندي كام يا جماعة القيمة الاسمية عندي ستة ألاف جنيه في النسبة بتاع العمولة كان فوق واحد في الألف يعني في واحد على ألف إيه بس التلاف واحد على ألف هتطلع معايا ستة جنيهات هدي الإيه هدي العمول مصاريف التحصيل مصاريف التحصيل هحسبها إزاي ميم التحصيل بتساوي هقول سين في نسبة ميم التحصيل يعني هضرب كام هضرب ستة ألاف في نسبة المصاريف عندي نص في الألف يبقى في نص اللي هي خمسة من عشرة على كام على ألف يبقى هضرب ستة ألاف في نص على ألف هتساوي معايا تلات جنيهات لحظوا في السؤال الرجل قال لي إن مصاريف التحصيل الحد الأدنى لها خمس جنيهات يبقى هشتب على دي وهكتب كده نأخذ خمس جنيهات يبقى الراجل دلوقتي يا جماعة الموظف اللي في البنك حسب علي ثلاث حاجات حسب علي خصم قيمته تلتم جنيه حسب علي عمولة قيمتها كام ستة جنيهات حسب علي مصاريف تحصيل قيمتها كام قيمتها تلاتة جنيه بس إحنا ما خدناش التلاتة لإن البنك حاطة شرط قال لي أنا ما بخدش أقل من خمس جنيهات هنروح نجمع التلاتة حاجات دول اللي التلتمية والستة والخمسة وناتج جمعهم هيديني حاجة اسمها الأيه الأجيو زائد ميم التحصيل الخصمة حسبناها كام يا جماعة تلتمية جنيه العمولة حسبناها كام ستة جنيه مصاريف التحصيل تلاتة أولا خمسة أنا سامع ابني من أبنائنا برافو عليك قال لي لا مش التلاتة احنا هناخد الخمسة يبقى تلتمية زائد ستة زائد خمسة هيديني تلتمية وحداشر جنيه التلتمية وحداشر جنيه دول إجمالي المبالغ اللي هي هتتخصم من القيمة الإسمية طيب الكمبيالة مكتوب عليها كام مكتوب عليها ستة تلاف هنخصم منها كام تلتمية وحداشر يبقى الباقي كام هجي هنا هقول صافي القطع بيساوي القيمة الإسمية للكمبيالة ناقص الأجيو هجي هنا هقول صافي القطع بيساوي القيمة الإسمية عندي كام يا جماعة قلنا عندي ستة تلاف جنيه ناقص الأجيو عندي كام تلتمية وحداشر هترح من بعض هديني خمست تلاف ستمية تسعة وتمانين جنيه أبنائي وبناتي الطلبة إحنا قلنا لما بنيجي نخسم كمبيالة أو سند في البنك ما بيدينيش نفس القيمة اللي مكتوبة على الورقة سواء كانت كمبيالة أو سند البنك بيخسم مني تلات حاجات بيخسم مني خصم تجاري بيخسم مني عمولة بيخسم مني مصاريف تحصيل والتلات حاجات دول بيتحسبوا بيكونوا نسبة من القيمة الإسمية يعني لما جي أحسب أحسب الخصم بقول سين فيه لما جي أحسب العمولة بقول سين فيه لما جي أحسب مصاريف التحصيل بقول سين فيه كل واحدة في النسبة بتاعت طبعا بعود في خانون الخص سين في عين فيه لأن أنا عندي المدة بالأيام حسب العمولة قلت القيمة الإسمية اللي هي سين في نسبة العمولة حسب مصاريف التحصيل اللي هي سين في نسبة مصاريف التحصيل وبقارن بين الناتج والحد الأدنى اللي مدوني في السؤال وباخد الرقم الأكبر لما حسب مصاريف التحصيل تلع التلاتة جنيه طب البنك حاطت حد قدنا خمسة سيبنا التلاتة وخدنا الخمسة جمعنا التلات حاجات مع بعض ناتج جمع الخصم مع العمولة مع مصاريف التحصيل بيديني الأجيو لما بطرح الأجيو من الخيمة الإسمية بيديني صاف القطع أو صاف ما يتسلمه العميل طب فيه جزئية عايزة أسأل فيها وعايزة أقول عليها لما أنا عندي صاف القطع لما عندي صاف القطع بيساوي سين ناقص الأجيو طب أنا لو عايز لو عندي صاف القطع وعندي الأجيو إزاي أطلع سين هقول عندي سين بتساوي صافي القطع علامة النقص هحولها لإيه يا جماعة هحولها الزائد هقول زائد الأجيو يبقى نطلع من هنا بقى بحطة صغيرة لإني ممكن تيجي جزئية في سؤال أنا عندي صاف القطع بيساوي إيه بيساوي سين ناقص الأجيو طب لو أنا عندي صاف القطع وعندي الأجيو إزاي أحسب القيمة الإسمية هقول القيمة الإسمية بتساوي صاف القطع زائد الآي زائد الآي زائد الأجيو يبقى احنا يا جماعة كده لأنه النهاردة الشق الأولاني من الحلقة كان عوامل الخصم اللي هو القيمة الإسمية والمعدل والمدة والشق التاني كان إيه كان عبارة عن خصم الأوراق التجارية لدى لدى البنوك في سؤال تاني عايزين ناخد عنه فكرة وندردش كده فيه مع بعض تعالوا نروح نشوفه بيقول لك إنبياء لخيمتها الإسمية 3000 جنيه تستحق الدفع في 20 يونيو يبقى الخيمة الإسمية عندي 3000 جنيه تستحق الدفع في 20 يونيو يبقى دا تاريخ الاستحقاق قدمها صاحبها لبنك مصر لخصمها بتاريخ 13 مارس 2020 يبقى تخصمت بتاريخ 13 مارس 2020 وكانت شروط البنك كالآتي البنك قلنا برضو هنا بيخصم 3 حاجات يا جماعة بيخصم معدل خصم 12% سنويا مع إضافة يوم مهلة للسداد ودلوقت هنشوف يعني إيه يوم مهلة البنك بيضيفه في عمولة عندي 1% في عندي مصاريف تحصيل 1 في الالف بحد قدمة 5 جنيهات يتسلموا العميل منين من البنك هنلخص المسألة مع بعض تعالوا نلخصها كم بيلاقيمتها الاسمية 3000 جنيه سين عندي 3000 جنيه تستحق الدفع في 20 يونيو تاريخ عندي تاريخ هنلخص المسألة ونقول فكرة الحل بتاعتها طبعا عندي الاستحقاق تاريخ الاستحقاق عندي 20 يونيو قدمها صاحبها لبنك مصر لخصمها يبقى تاريخ الخصم تاريخ الخصم عندي 13 مارس 2020 وكانت شروط البنك عندي الخصم عندي 12 في المية وعندي العمولة 1 في المية 1 في المية وعندي مصاريف التحصيل 1 في الايه ميم التحصيل 1 في الالف مطلوب مني برضو احسب صاف الايه يا جماعة صاف القطع هناك في المسألة اللي فاتت كان مديني مدة جهزة هنا مش مديني مدة جهزة طبعا مديني تاريخ استحقاق 20 يونيو ومديني تاريخ خصم وبيقول لي طبعا احسب الايه الاشج وصاف القطع هنا طالما مديني تواريخ يا جماعة يبقى اول حاجة بعملها بروح احسب المدة هقول المدة الخصم هحسب المدة ازاي هحسب ها من 20 يونيو لحد ايه يا جماعة ها لحد مارس بس هنا الخصم ايه بابدأ بيه الاول يبقى مارس ابريل مايو يونيو مارس احنا اتفقنا ان انا بحسب له باقي الشهر مارس عندي 31 ناقص 13 والشهر الاخير بكتبه زي ما هو 20 31 ناقص 13 كام يا جماعة ها 18 ابريل 30 يوم مايو 31 خلص الموضوع على كده لأ لما رح واحنا بنقرأ السؤال قالك ان البنك بيضيف يوم مهلة يبنا هاجي هنا اقول زائد المهلة ها اليوم المهلة كام يا جماعة اليوم المهلة يوم واحد اه يبنا هجمع الكلام ده مع بعضي 8 19 10 ادي 0 يبقى 8 12 يبقى عندي المدة كام يوم 100 يوم يبنا هنا لما لقيت فيه تاريخ خصم وتاريخ استحقاق اول حاجة رحت حسبتها مدة ايه جاهزة هروح دلوقتي احسب اول حاجة يا جماعة اللي هو الايه الخاص صاد بتساوي سين في عين عالمية في المدة اللي انا مطلعها بايه المدة اللي انا مطلعها مطلعها بالايام يبقى ايه على 360 هعوض بقى كد سين عندي بكام سين عندي بتلات تلاف في معدل عندي الخصم 12 على 100 في يه عندي بكام بمية على 360 هروح استخدم الالة الحاسبة بتاعتي هلاقي الناتج بتاع اول 312 في مية على مية على 360 هيطلع معايا الخصم 100 جنيه يبقى انا حسبت اول حاجة اللي هو الخصم الايه التجاري هحسب الحاجة التانية اللي هي العمول العمول يا جماعة قلنا بنحسبها ازاي بنضرب سين في نسبة العمول القيمة الاسمية عندي كام القيمة الاسمية عندي فوق 3000 جنيه في نسبة العمول عندي كام 1 يعني 1 على 100 لما اضرب 3000 في 1 على 100 هتديني 30 جنيه يبقى انا حسبت الخصم مثلا معايا كام 100 جنيه حسبت العمولة طلقت معايا بكام بتلاتين جنيه هروح اكمل باقي ايه يا شباب باقي هحسب ايه اللي ما حسبتوش هحسب مصاريف مصاريف التحصيل هجاين اقول ميم التحصيل بتساوي نسبة ميم التحصيل في سين او سين في نسبة مصاريف التحصيل هتساوي هقول هنا عندي كام يا جماعة 3000 في كام واحد على 1000 يبقى واحد على 1000 هتساوي معايا 3 جنيه طب هو في السؤال بيقول لي انا ما باخدش اقل من الخمس جنيهات يبقى اقول هشطب على التلاتة وهقول كده نأخذ خمس جنيهات تمام طيب انا دلوقتي عايز احسب ايه عايز احسب الاجيو هن الاجيو الاجيو بيساوي الخصم زائد العمولة زائد مصاريف التحصيل الخصم عندي بكام الخصم حسبناه ب100 جنيه العمولة حسبناها هناك بكام ب30 جنيه مصاريف التحصيل حسبناها بكام ب5 يبقى 130 زائد 5 يديني كام 135 جنيه طيب عايز اروح احسب صافي ما يتسلم العميل اللي هو قال عليه هقول صافي ما تسلم العميل اللي هو صافي القط هقول سين ناقص الاجيو سين عندي بكام سين عندي 3000 جنيه ناقص الاجيو عندي بكام حسبته 135 جنيه لما اترحوا من بعض هيديني 2865 جنيه ابنائي وبناتي الطلبة ايه الفرق بين المسألة دي والمسألة اللي قابليها رغم ان نفس المطلوب المسألة اللي قابليها كان مديني مدة الخصم جاهزة هنا مش مديني مدة الخصم جاهزة هنا مديني تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق اول حاجة عملتها ايه رحت حسبت مدة الخصم واحنا بنقرى المسألة لقيتهم الديني بيقول لي ان البنك بيضيف يوم مهلة يعني ايه بيضيف يوم مهلة يعني البنك بيدي للراجل العميل اللي هو الراجل المدين يوم مهلة للسداد يعني حاجة زوقية كده بيقول انا هديك كمان يوم تسدد فيه الفلوت يبقى احنا دلوقتي قلنا جماعة لما بيبقى فيه يوم مهلة بجمع الايام بتاع الشهور اللي عندي في السؤال وبعدين اضيف اللي هو اليوم وبعد كده اروح احسب بقى الخصم والعمولة ومصاريف التحصيل وبعد كده احسب صافي ما يتسلم العميل وقلنا صافي ما يتسلم العميل اللي هو بيساوي القيمة الاسمية ناقص الاي الاسجو والشق التاني كان خصم الاوراق التجارية لدى البنوك يعني بقدم الاوراق التجارية للبنك اخصمها او اقطعها قبل موعد ايه قبل موعد استحقاقها يعني بحسب الاسجو وبحسب صافي القطر وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اشكركم على حسن المتابعة واشوفكم على خير الحلقة القادمة مع تحياتي وتحيات اسرة البرنامج كان معكم جمال عبدالله زايد التعليم الفني التجاري